يا مساء الخير ويا أهلا وسهلا بكل أهلوية اللي بيبدأوا معنا حلقة جديدة من السادسة في البداية تحية لكل جمهور نادي الأهلي اللي بيتابعوني النهاردة قبل 24 ساعة من اللقاء المنتظر وما فيش كلام في مصر اليومين دول ويمكن من بداية الأسبوع الحقيقة كمان إلا عن لقاء القمة المنتظر بكرا إن شاء الله واللي هجمع بين الأهلي والزمالك في نهاية كاس مصر وزي ما ما فيش كلام غير عن لقاء القمة الحقيقة كل الاستوديوهات وكل البرامج الرياضية وكل المواقع الرياضية والصحافة الرياضية بتتكلم بشكل كبير جدا وبتحلل وبتقول كلام كتير مباراة بكرا لكن الحقيقة إنه لفت نظري إنه كتير من خبراء التحليل في مصر خدوا بالكم من كلمة خبراء دي حط تحت كلمة خبير أو محلل رياضي ميت خط أحمر استوديوهات وإنتاج برامج بتكلف ملايين وتعاقدات عشان الناس دي تظهر على القنوات تصريحاتهم وده على لسانهم من النوع التالي هحلق شعري لو الزمالك ما تكسبش النادي الأهل أو أننا هعتزل الإعلام العمل في المجال الإعلامي لو الزمالك مفاس بكاس مصر أو أدي دقني هاي لو الأهل يكسب الكاس بجد دي تصريحات ناس مفترض إنها خبراء تحليل ناس بتفهم كورة وطلع عشان تتكلم مع الناس وتعلم ناس يعني إيه تحليل في الكورة بدل ما نتكلم على الخطط والتاكتكس والغيابات المؤسرة ومفاتيح الخطورة ومواطن الضعف واليقى البدنية والسرعات كل ده وقبل ده كله الحقيقة فكرة احترام المنافس واحد من أهم مبادئ الممارسة الرياضية اللي بنشوفها أو للأسف بينها بنشوفها في كل حتة في العالم لكن الأسف الشديد جدا إذا كانت النخبة اللي بتقود الرأي العام وبتأثر في الجمهور بتتكلب بالمنطق ده فما تستناش حاجة مختلفة من الصغيرين وممناسبة أنه المباراة القمة الحقيقة في الفترة الأخيرة هي مطالة اهتمام الوسائل الإعلام المختلفة فخليني أقول لكم كمان أنه فيه مساحات كبيرة جدا في الفترة الأخيرة اتفردت بس الحديث عن كتير من الموضوعات اللي تخص النادي الأهلي مع لعبين سابقين أو لعبين حاليين غيرها من الأضايا المختلفة في كافة المناحي الرياضية وكان الأهلي بيدخل فيها سواء في جملة مفيدة أو جملة غير مفيدة ولأن الطرح للأسف الشديد في أغلب العموم يعني بيكون غير موضوعي وفي بعض الأوقات بيكون غير حقيقي أو غير حيادي فالحقيقة في نية دخل النادي الأهلي للرد على كل الموضوعات التي أثيرت مؤخرا على وسائل الإعلام على مختلف منصتها عشان يتم توضيح وجهة النظر النادي الأهلي والرد بكل ما يتعلق بحقيقة الأمور وطرحها على جمهير النادي الأهلي وعلى رأي العام عموما في مصر في الأيام المقبلة ترجمة نانسي قنقر